شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم شارك إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الختمية التي عقدت مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في قصر الدرعية بالعاصمة الرياض وفي ختام القمة ودع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة معربا جللته عن خالص شكره وبالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مشيدا جللته بحكمة خادم الحرمين الشريفين وبجهوده حفظه الله في دعم منظومة العمل الخليجي المشترك ومبادرته الخيرة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم كما ودع جلالة الملك المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وفخامة الرئيس باراك أوباما